استنكر جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية إقدام ميليشيا التمرد والإمامة الحوثية على تغيير اسم جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية إلى الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية وإبقاء شعار CSSW المعروف لدى المنظمات الدولية من أجل تضليلها وعمل شراكات تعاون معها وقالت الجمعية في بيان إنما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي وإصرارها على انتهاك حقوق الإنسان ونهب الأموال قد أضر بحقوق الفئات الأشد فقرا في المجتمع مما كانت الجمعية تخدمهم بإشراف ورقابة الجهات الرسمية بعيدا عن أي صراعات أو تجاذبات سياسية وأشار البيان إلى أن جماعة الحوثي مارست طول الخمس السنوات أو طوال الخمس السنوات سياسة التضييق على الجمعية عبر المنع الممنهج لأنشطتها الإنسانية وتجميد حساباتها البنكية وتسييس الجمعية ومشاريعها الإنسانية كذريعة لاقتحام مكاتبها والاستيلاء على أصولها وأكدت جمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية استمرار أعمالها الإغاثية وتعاملاتها مع كل الجهات الحكومية والرسمية ومكاتب الأمم المتحدة والشركاء المحليين والدوليين عبر مكتبها الرئيس في محافظة عدن ومكتبها في مدينة سيئون وأدعت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية كافة المنظمات والمؤسسات والفعاليات الحقوقية إلى مساندتها والوقوف على الانتهاكات التي تعرضت لها ورصدها وتوثيقها وبيانها لرأي العام المحلي والدولي من أجل تحقيق العدالة والإنصاف وضمان مساءلة منتهيك حقوق الإنسان وعدم إفلاتهم من العقاب